بما أن احنا اتكلمنا على وقلنا أنه أزمة الأسعار اللي موجودة في مصر دي هي أكيد حديث كل اتنين في أي مكان السبب في الأزمة كل الناس عرفاها هي الحرب الروسية الأوكرانية اللي كانت جات لاحقة على أزمة الكورونا قبلها فتركمت الأزمات هنا بقى دكتور علي الدين هلال والسياسة الحرب دي تصل بنا إلى أي مدى هل فيه احتماليات للهدوء قريبة وإن لم تهدأ مآلات عدم الهدوء إيه عايزة فرر بالحكتين الهدوء وأعتقد هم كانوا يكلموا على هدنة في هذه الأيام بس الفترة مؤقتة فوارد جدا تحدث هدنة لما هي هدنة لالتقاط الأنفس بالضبط ده أمر مؤقت لإعادة ترتيب ووضع القوات إنك تسحب القوات اللي تعبانت دقة القوات الثانية إن أسلحة جديدة توصل لأوكرانيا إن الجيش الروسي يعيد ترتيب أوضع فدي واردة لكن السؤال الأعمق بتاعك متى تنتهي الحرب الحرب دي يعني هي أولنت في 24 فبراير 22 يعني داخلين على سنة صح الحرب دي في أثارها تقارب حرب عالمية ثلاثة وهي في حقيقة الأمر هي ساحة الحرب أوكرانيا لكن الحرب تدور بين الاتحاد الروسي يؤيده إيران بشكل علني بشكل خافي الصين و أنا حقول كده كلمة حاسمة الصين لن تسمح بهزيمة روسية في الحرب ليه لأنه كلمة القديمة بل إحنا عارفينها إذا الطور الأبيض تقتل يبقى الطور التاني إذا سقطت أكلت يوم أكلت طور الأبيض فلو سقطت موسكو تسقط بكين ولو بعد حين يبقى الكل في حماية موسكو فالحرب في واقع الأمر والحرب أوكرانيا مش أمريكا بس أمريكا وجميع الدول الأوروبية بدرجات المقدار الغربية واليابان واستراليا ونيوزيلندا الكل بيتبارى فيه إرسال يعني لم يحدث فيه حال إن هذا الحاج من الأسلحة من كل دور ده بابات ألماني ده بابات فرنساوي ده بابات وطائرات كذا وطائرات كذا وكل فترة بترتفع نوعية السلاح بحيث دلوقتي وكأن سلاح الجيش الأمريكي هو اللي بيحارب مع هامر ودابات برادلي اللي هم حيبعتوها بالتفكير في البيتريت الحرب دي بسبب طلهم وبسبب دلالات الاستراتيجية وإلى حدث شوف خطأ في التقدير من الجانبين هم روسيا القيادة الروسية تصورت أنها تستطيع أن تحقق انتصار سهل وسريع لا تستطيع أن تحسم هذه المعركة في خال شهر أو شهرين ما حصلش لا أريد أن أبحث في الأسباب لكن هي دي النتائج كويس وستطاعت أوكرانيا بالدعم الغربي أنها تصمد وأنها ترهق روسيا وتتعيب روسيا الغرب كان رهانه الأول قبل 24 يناير أنه يقدر يضيق الخناق على روسيا وأنها لم تمتلك الجرأة على دخول الحرب النسبة في الحرب إيه أن التلويح بالنمام أوكرانيا إلى علف الأطلنط روسيا وبوتين يقعد يقول يا أخواننا أوكرانيا دي بالنسبة لنا وضع خاص جدا وأن ده تهديد مباشر الأمن الروسي وكان دي جزء من التاريخ الروسي يا أخواننا في طولكم في عرضوكم اللي هو بالتعبير بقى اللي يقول لك التوسع توسع حلف الأطلنطي شرق لما بوتين حس إن الموضوع بقى يعني فعلا الحصار بيضيق عليه فلازم الموضوع فأمريكان والغرب أخطأوا في تقديرين الخطأ الأول أن روسيا وبوتين لن يجرؤوا على الدخول في الحرب التانية الرهان على سقوط روسيا إن إحنا إذا وقعنا عقوبات صارخة وشديدة على روسيا هتخنق روسيا واختصادها لم يحدث في التاريخ يا أستاذ يوسف إنه وقعت على دولة هذا الحجم من العقوبات اللي وصل إلى حد ناس بشو واخدها بلا استبعاد روسيا من المباريات الرياضية عدم عزف الموسيقى الروسية كلاسيكية في الأبرة في الدولة الغربية فدخلت السياسة في الفن ودخلت في الرياضة خالص خالص يعني كان الرهان على إنها تسقط ما سقطتش ولا تبدو التشخيص الحالي ممكن الدولة الغربية مرهقة مرهقة عندها مشاكل في بعض دول مخزون السلاح بتاحها قال الوقت المتحدة اضطرت تشتري زخائر من كوريا الجنوبية لم يقعد عندها في مخزونها زخائر لأنواع السلاحة معانا فزاها عملت صفقة مع كوريا الجنوبية كذا طبعا النتائج الاقتصادية اللي موجودة على في أوروبا كلها لدائع اللي تخول فيها يعني الروسيا مرهقة طبعا نفيش كلام يعني كون ده على التعبئة جزئية جديدة 300 ألف عسكري كون إنه يعمل إغراءات لحد الجنسية الروسية للأشخاص اللي تطوعوا يعني يعني الوضع فيه قلق أو حاجة زي كده الحرب في هذه اللحظة مرهقين إنما أنا رأيي المفاوضات السلم أو إنها الحرب بدأت بدأت بين الأجهزة المخابرات لهذه الدول بال من المؤكع عمر من قطعت الاتصالات السرية بين موسكو ووشط عمرها استحالة كذا بحيث أن يتعلم أننيتي كذا أو حدث كذا لا تفهموا كذا يعني منعا من خروج الحرب عن الإطار اللي الروسيا عايزها واللي أمريكا عايزها أنا وبعدين تذكر حضرتك إنه رئيس الرئيس الأوكراني في أعقاب زيارته لواشنطن أعلن على مشروع للسلح وقال في نهاية فبراير يجتمع مؤتمر لإنهاء الحرب وكذا بس حطت طبعا شروط كده الروسيا رفضت لكن قضية إنهاء الحرب والمفاوضات على المائدة على المائدة على المائدة ده قتي على المائدة بس من تحت تحت الترابي كل واحد عايز لما تبدأ المفاوضات يكون في مركز عسكري يسمح له بالحصول على أكبر النتائج لصالحه في النهاية أنت عارف اللبنانية عندهم تعبير ولك لا غالب ولا مغلوب توصل لتسوية كل طرف يستطيع أن يعود إلى بلده ويدعي النص فدلوقتي اللي أنت عايز العبقرية الدبلوماسية بقى عايز توصله تصل إلى حد يستطيع الرئيس بوتين أنه يدعي أنه حقق جزءا من أهدافه ويزيلانسكي يقول أنا كمان عملت اللي أنا عايزه إنما إنما مش هتنتهي إن أحد الأطراف يحرس كل مكاسبه أو كل ما يطلبه إلى آخره بس في العملية دي بقى إيه اللي حصل حصل تهديد لتصدير القمح والزورة في العالم طبعا إن البلدين دول منهم بعضهم لتلاتين أو أكتر من تلاتين في المية من إجمال صدرات الحبوب والأقماح للعالم في العالم خاصة العالم كله تؤثر اتنين سلاسل اللي مددت إنه يعني حتى اللي موجود عشان تتحرك من حتة لحتة سفينة تتحرك من حتة لحتة هتعدي من البحر الأسود عندك مشاكل في هذه أول ما بيحدث كده تحدث على طول وعكده في أزمة النفط والغاز الروسي طبعا فبقى عندك ارتفاع أسعار سلعتين استراتيجيتين رئيسيتين الغذاء ممثلا في الزرة والأمع ثم البترول والغاز اللي هم المصدر الرئيسي للطاقة